رحمن الرحيم جمعة مباركة معكم أستر الأنوار مادة القانون الجنائي القسم العام السلسية الثانية موضوعنا اليوم حول المحاولة من خلالها سنتناول الإطار القانوني أو تنظيم تلعي المحاولة وتمييز بين الأعمال التحضيرية والشروع أو الأعمال التمهيلية ثم تناول عناصر المحاولة وصور المحاولة على أن نختم بكل ما يتعلق بعقاب المحاولة أو الاتكاب هذا الفعل قلنا في محاضر سابقا أن الركن المادي للجريمة يقع صحيحا يقع صحيحا بتوافر الشروط التالية رقم واحد النشاط المجرم سواء كان في صورة فعل أو امتنى في صورة الإيجابية أو السلبية رقم جوج إحداث النتيجة الإجرامية خاصة في الجرائم المادية دون الشكلية كما شرحنا رقم ثلاثة قيام علاقة سببية بين هذا النشاط المجرم وتلك النتيجة الإجرامية إذا كان الركن المادي يتوقف على قيامه يتوقف على هذا العناصر الثلاثة أو الشروط الثلاثة فإن الجريمة كما قلنا في آخر المحاضرة السابقة تموض بطبيعة الحرب أربعة مراحل كل من يتكب جريمة معينة يموض من هذه المراحل في البداية تبدأ بفكرة في الدهن الجاني فكرة في الدهن الجاني أي واحد سلوك باطني وحنا كان شفنا بأن السلوك الباطني غير محاقب عليه سلوك باطني ما دام أن الفكرة لم تخرج إلى الوجود ثم المرحلة الثانية يتهيأ ويقوم بالتحضير لاتكاب جريمة كشراء سلاح ثم المرحلة الثانية البدء في التنفيذ أي الشروع في البدء ككسر الباب الذي يريد صرقته ثم المرحلة الرابعة إتمام تنفيذ الجريمة كقتل الشخ الذي يريد تصفيته ولكن قد تنجح هذا التنفيذ وقد يفشل هذه المراحل الثلاثة مرأة هل هي معاقب على اتكابها أم لا قلنا أن المرحلة الأولى هي مرحلة عندما تكون الفكرة في دين الجاني قلنا أنها غير معاقب لاتباطها بالسلوك الباطني والقانون لا يتدخل بالسلوك الباطني بل يتدخل لاتنظيم السلوكات الخارجية يبتلي غير معاقب لها ثم المرحلة الثانية تهيئ حيث يقوم بالتحضير لاتكاب جريمة تهيئ لاتكاب جريمة التحضير لاتكاب الجريمة قلنا كميتات شلاء سلاح إلى خلية هذه المرحلة سنرى فيما بعد أنها غير معاقب عليها في المادة الجنائية ولو أنها مرحلة مادية لم تظهر لنا بزيفة جريمة نية الفاعل أو الجاني نية أو الفاعل أو الجاني فالتكاب جريمة معينة قد تقول أو لا يقول بعد شلاء سلاح إلى آخره هنا شلاء سلاح قد يكون للدفاع عن نفس قد يكون لستعماله مثلا السكين في المطبخ إلى آخره المهم لم تظهر لنا بعد النية الإجرامية وبتلك هي مرحلة غير معاقبة سنرى لماذا فيما بعد ثم مرحلة البدء في التنفيذ أي الشروع في البدء في اتكاب جريمة من خلال كسر باب منجي الذي يريد سريقته إلى آخره أو الاختباء وراء حائط أو باب أو شجرة من أجل انقضار على شخص من أجل قتله إلى آخره أو تصفيته هذه المرحلة هي مرحلة معاقبة عليها مرحلة معاقبة عليها لأن نية الجاني خرجت إلى الوجود اي, تضحت بصوات جريمة اتضحت بصوات جريمة ثم المرحلة الرابعة هي مرحلة إتمام تنفيذ جريمة قد ينجح وقد يفتل قد ينجح وقد يفتل قد ينجح في إتمام ننيات الجريمة كقتل شخص يريد تصفيته أو قد يفتل أمام محاولة إستيقاب الجريمة المهم المرحلة الثالثة والثابع المرحلة الأولى و المرحلة الثانية غير معاقبة عليها. وسنقوم بتفصيل ذلك كالتالي من خلال الوقوف على الإطار الشريعي أو تنظيم الشريعي لمحاولة القانون الجنائي اللي تعرض لها المشذع الجنائي المغربي في الفصول من 114 إلى 117. من فرود تكون هذا الفصول أمامكم ولكن للاستفادة أكثر وللي تجاوز هائق على الحصول إلى هذه الفصول سأكذرها. الفصول 114 ينص على ما يلي فتح قوسين كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل أطال متوخ منها إلا لضروف خارجة عن إرادة متكبها تعتبروا كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة. غلق القوسين ونمضى الفصل 115. فتح القوسين لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتدان نص خاص في القانون. غلق القوسين نمضى الفصل 116. فتح القوسين محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقاً. غلق القوسين نمضى الفصل 117. فتح القوسين يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ضروف واقعية يجهلها الفاعل. خلق القوسين. من المفيد أو من الأحسن طريب يضع هذه الفصول بجانب المحاضرة ليستفيد من التهليل الذي سنتناولها فيما بعد حول هذه الفصول. أول شيء لا بدل الوقوف عليه من خلال مراجعة هذه الفصول أو الوقوف على هذه الفصول. ما المقصود بالأعمال التحضيرية؟ وما المقصود بالأعمال المكونة للشروع؟ وكيف يمكن تمييز بينهما؟ ما المقصود بين الأعمال التحضيرية؟ وأعمال المكونة للشروع؟ وكيف يمكن أن نميز بينها؟ كيف يمكن أن نميز بينها؟ المقصود من الأعمال التحضيرية؟ أولا الأعمال التحضيرية هي مرحلة مادية غير دهنية كما سبق القول تتجلى في تهيئ الوسائل والطرق والسبول التي سينفذ بها المشروع الإجرامي تتجلى في تهيئ الوسائل والطرق والسبول التي سينفذ بها المشروع الإجرامي مثلا إذا كان ينوي القتل أي جاني ينوي القتل يقوم بتدبير أو البحث عن سلاحه مسدد سكين أهل حدى إلى غير ذلك أي السلاح المراد استخدامه في القتل مثلا أيضا إذا كان ينوي سرقة خزانة حديدية بها نقود مجوهرات وطائق مهمة إلى خيرين فإنه يقوم باصطناع أو صنع مفاتيح من أجل استعمالها في السرقة جيد واحد ملاحظة إذا كانت هذه المرحلة غير معاقبة عليها طبعا إذا هل تشجيعا لجونات كما سيأتي فيما بعد تشجيعا لجونات على التراجع عن اتكاب الجريمة فإن هذا العمل التحضيري قد يعاقب عليه حيث يشكل اتكابا لجريمة مستقلة كيف ذلك؟ ممكن توضيح ذلك من خلال مثال تالي عند شراء سلاح أو تدبيره أو تدبره مسدس بندقية من أجل اتكاب جريمة للقتل فإنه يتابع بامتلاك سلاح بدون رخصة أو صرقة سلاح معين وعيدوا للمثال عند شراء سلاح أو تدبره تدبره بوسائل ملتوية كالصرقة إلى آخره سلاح غنى مسدس بندقية بالأساس أسلحة نارية من أجل اتكاب جريمة القدل فإنه يمكن متابعته بامتلاك سلاح بدون رخصة أو لصرقة سلاح وليس متابعته بمحاولة اتكاب جريمة الصرقة أو يقوم بصرقة هذا السلاح من محل مخصص لذلك فإنه يتابع باتكاب جريمة الصرقة ولو أن ذلك يشكل عملا تحضيريا غير معاقب عليه مرحلة الشروع في الجريمة هي مرحلة أيضا مادية مرحلة هاسمة جدا في اتكاب جريمة حيث أن إرادته في اتكاب جريمة تخرج إلى الوجود إلى العالم الخارجي ما كتبقاش فيك في الباطن في الصدور أو في العقول تخرج إلى العالم الخارجي فتظهر نيته الإجرامية من خلال النشاط المادي الذي ينوي اتكابه ينوي اتكابه مثلا تصويب سلاح ناري اتجاه المستهدف وإطلاق النار عليه لكن نتيجة خطأ في التصويب أو نتيجة وجود عامل أجنبي ولسبب أجنبي ينجو المستهدف من الموت ينجو المستهدف من الموت وهنا نلاحظ معي أن هذه المرحلة أي مرحلة التحضير لمرحلة الشروع في اتكاب جريمة نيته خرجت إلى الوجود تظهر نيته الإجرامية عكس أعمال تحضير نيته لم تظهر بعد الإشكال أين يكمن أين يكمن الإشكال قد يكون التمييز بين العمل التحضيري الغير معاقب بين قوسين والعمل المكون للشروع في اتكاب جريمة بين قوسين المعاقب قد يكون التمييز بينهما نظريا أمرا سهلا وبسيطا لكنه عامليا الأمر الصعب في مجموعة من الحالات أعمل صعب في مجموعة من الحالات وأحسن مثل على ذلك الذي تناولته المراجع الفقهية في المادة الجنائية وهو كالتالي الشخص الذي يضبط وهو يدفع باب منزل معين أو دار لكسره أو فتحه بالقوة ليدخل إليه من أجه الصرقة راحلوا معي فهذا العمل أي دفع الباب المنزلي للدخول إليه هل يعتبر عملا تحضيريا لاتكاب جريمة الصريقة غير معاقب عليه بين قوسين أم شروعا أي البدء في التنفيذ وبالتالي محاقب عليه بين قوسين للوقوف على هذه الإشكالية لا بد من التطلق إلى الأعراء الفقهية لنقف على رأي المشدع الجنائي المغربي في الحقيقة يمكن تقسيم الأعراء الفقهية في هذا الصدد إلى اتجاهين اتجاه أتى بالمعيال المادي الموضوعي وإЕТجاه أتى بالمعيال الشخصي أي الذاتي اتجاه الأول والمكن أتى بالمعيال المادي الموضوعي على وLes queby أي لا يعتبر عنصرا من علاصة الضوء المادي للجريمة وأيضا لا يشكل ضرفا من ظروف تشديد لا يدخل في تعريف قانون جريمة ولا يشكل ضرفا من ظروف تشديد أما الشروع فهو الحالة التي يدخل في تعريف الحالة التي يدخل في تعريف القانون الجريمة أي يعتبر عنصرا من علاصة الضوء المادي أو يشكل ضرفا من ظروف تشديد فمثلا حسب هذا الاتجاه فإن من دخل المنزل من أجل صريقتي لا يعتبر ذلك الفعل محاولة أو شروع أو محاولة صريقة أو شروع في اتكاب جريمة الصريقة معاقبة هو معاقب عليها ولكن هو فقط عمل تحضيري غير معاقب وعيده مثلا من دخل المنزل من أجل صريقته لا يعتبر محاولا في اتكاب جريمة الصريقة أو لا يعتبر عمله ذلك إذا ضبط شروعا في اتكاب جريمة الصريقة ولكن هو فقط يقوم حسب هذا الاتجاه بأعمال تحضيرية غير معاقب عليها لأنه حسب هذا الاتجاه دائما أو المعيار دخول المنزل لا يشكله عنصر من عناصر الصريقة دخول المنزل بالرجوع إلى جريمة الصريقة لا يعتبر دخول المنزل عنصرا من عناصر الصريقة يمكن اعتباره في إيطار جريمة انتهاك حرمة منزل جريمة معينة دخول المنزل دون إذن أصحابه هو انتهاك لحرمة منزل اتكاب جريمة حرمة انتهاك حرمة منزل كما رأينا عند الحديث عن أسباب تبريء إباحة لكن دخول المنزل لصريقته ليلا سطر على ليلا فإنه يعتبر شروعا في اتكاب جريمة معاقب عليها شروعا في اتكاب جريمة معاقب عليه لماذا؟ لأن الليل ضف مشدد في الصريقة دائما حسب هذا رأي الليل ضف مشدد في الصريقة مثل آخر شراء سلاح لاستخدامه في جريمة القتل لا يعتبر شروعا في القتل معاقب عليه لأن شراء سلاح وتعييئه لا يتدخل في التعريف القانوني للقتل العام أي لا يعتبر جزءا من الضوء المادي الجريمة ولكن حمد السلاح والاختباء وراء شجرة أو حائط أو باب أو شيء من هذا القبيل من أجل إجهاز وانقضاد على الضحية أو على شخص معين وطنيه أو قتله أو محاولة قتله يعتبر محاولة للقتل العام لأن التربص ضرفا مشددا في جريمة القتل ضرفا مشددا في جريمة القتل ما لا نلاحظ مما تقدم حسب هذا التجاه أو المعيار فإن على القاضي الوقوف على نية الجاني وأيضا حسب هذا التجاه وهذا هو الأساس فإن على القاضي الوقوف على أمرين أساسيين ما إذا كان الفعل هنا يدخل في التعريف قانوني الجريمة وبتعريف يشكله الضوء المادي الجريمة أو ما إذا كان الفعل يشكله ضرفا مشددا في التكاب جريمة هذا هو اللي توقف عليه هذه الجوالة المعيار شيئين نضى فيما كان الفعل يدخل في التعريف قانوني الجريمة أي يشكله الضوء المادي الجريمة وما إذا كان يشكله ضرفا مشددا في التكاب جريمة فإذا تضحل القاضي توافو ذلك فإن الفعل لا يعتبر شروعا أو محاولة التكاب جريمة معاقب عليها أما إن لا تضحل القاضي طبع الحال عدم توافو ذلك فإن الفعل يعتبر تحضيريا وبالتالي غير معاقب غير معاقب عموما هذا التجاه عرف عدة انتقادات تعرض العدة انتقادات حيث لماذا لأنه يوسع من الأعمال التحضيرية مما يشجع على الإفلات مجموعة من المجرمين من العقاب يقوم بتفسيع من المهام والأعمال التحضيرية وفي نفس الوقت يشجع عدة مجرمين من إفلات من العقاب وبالتالي في هذا تهديد بمصالح وأمن المجتمع مصالح وأمن المجتمع تصوروا معي تصوروا معي أن شخصا دخل المنزل نهارا صباحا من أجل السرقة لا يمكن اعتباره محاولا لاتكاب جريمة السرقة إلا إذا بدأ بعملية استيلاء على منقولات المنزل منقولات المنزل بدأ بالاستيلاء عليها لأن ذلك يدخل في التعريف قانوني للسرقة سرقة استيلاء أموال الغاب بدون نعضل أما دانس طحب معه بعض الأشخاص لمساعدته على حمل المنقولات المسرقة أو قام بالعملية أي السرقة ليلا ففي كلتا الحالتين نكون أمام ظروف تشديد ظروف تشديد لأن عنصر تعدد أو لعنصر الليل من ظروف تشديد في الجزاء وبالتالي بالتالي فشل هذا هذا تجاه فشل في التمييز بين أعمال التخضير وأعمال الشرور نهودنا سعر بالمثال قلت تصور معي أن شخصا دخل المنزل نهارا أو صباحا من أجل الصرقة لا يمكن اعتباره محاولا الاتكاب جريمة أي جريمة الصرقة إلا إذا بدأ بعملية للسيلة عملية للسيلة على المنقولات المنزل لأن هذا الفعل الأخير السيلة على منقولات المنزل يدخل في التعريف القانوني لجريمة الصرقة وإذا استحب معه بعض الأشخاص لمساعدته على حمل منقولات المسلوقة هنا تعدد في تعدد أشخاص فالتكاب جريمة أو قام بالعملية الصرقة ليلا ففي كلتا الحالتين نكون أمام دروف الشديد نكون أمام دروف الشديد وبالتالي فالإن الفعل لا يعتبر تحضيريا إذا لم يصاحبه لا تعدد ولا عنصر ليل أما إذا استحبه الفعل استحبه عنصر التعدد وعنصر الليل ولم يبدأ بالسلاء على الأموال ولا على المنقولات فإن العمل كما قلنا هو تحضيريا غير معاقب عليه أما العكس فهو شروعا في اتكاب الجريمة شروعا في اتكاب جريمة لاحظوا معي أن هذا التجاه عيب عليه وعرف انتقادات لأنه يضبط يضبط التمييز من خلال ما مدى اعتبار الفعل الذي قام به يدخل في التعريف القانوني الجريمة أي رقم المادي الجريمة وهل ما مدى اعتباره ضد من ضد جديد إذا كان الأمر كذلك فإن العمل شروعا في اتكاب جريمة وبالتالي هو محاولة في اتكاب جريمة أما إذا لم يكن كذلك فإن العمل يعتبر فقط شروعا في اتكاب جريمة غير معاقب عليه وبالتالي فإن هذا المعيار عرف فشلا دريعا فظهر تجاه آخر ومعيار آخر وهو التجاه الثاني أي المعيار الشخصي أو الذاتي لتمييز طبع الحل بين الأعمال التحضيرية والشروع في الجريمة يرى أصحاب هذا التجاه بإجاز أنه عند التمييز بين الأعمال التحضيرية أو الأعمال التحضيرية والشروع في اتكاب جريمة يجب اعتماد القصد الجنائي للفاعل المعيار الذي اعتمده هذا التجاه هو بنقصين القصد الجنائي للفاعل حسن ناخده حسب التجاه بالقصد الجنائي للفاعل التمييز بين العملين الشروع والتحضير فإذا تبين أنه قام بأعمال تفيد صراحة وبدون لبس بدون لبس سطع للك بدون لبس هنا القصد الجنائي واضح بدون لبس على تصميمه وعزمه ونيةه بشكل نهائي على اتكاب جريمة بحيث لو ترك بدون أن يمنعه مانع أو سبب خارجي لاتكابها هنا الشخص يكون في حالة شروع في اتكاب جريمة أو محاولا لاتكاب جريمة وبالتالي يتعرض للجزاء لكن إذا خالطته خالطته خالطت عفوا إرادته إذا إرادة دياله تعرضت الخلط في تردد في تصميم على تكاب جريمة أو العزم على تنفيذها فإن كل عمل قام به يعتبر تحضيريا غير محاقب وبالتالي على القاضي حسب هذا ضعي عند تكيفه الفعل الذي أتاه المتهم هل هو شروع أو متحضير البحث عن قصد الجاني وعن عزمه نيته تصميمه على اتكاب جريمة التي لم يتمكن من تحقيق النتيجة المتوخة منها وذلك للتمييز بين أعمال التحضير وأعمال الشروع وكذير لاستفادة أكثر إذا خلطت خلطت إرادته التردد وعرفت إرادته نوع من التردد في التصميم والعزم على اتكاب الجريمة على اتكاب جريمة عندما نقول إرادته نيته عرفت نوع من التردد في التصميم والعزم على اتكاب الجريمة أو العزم على تنفيذها فإن كل عمل يعتبر تحضيريا غير معاقب وبتالي القاضي هنا حسب هذا التجاه عند كيفه الفعل الذي أتاه هل هو شروع متحضير هل يعاقب أم لا يعاقب عليه البحث عن نية وقصد الجاني وعن عزمه وتصميمه على اتكاب جريمة التي لم يتمكن من تحقيقها الذي لم يتمكن من تحقيقها تحقيق ماذا؟ تحقيق النتيجة المتوخة منها وفي ذلك هذا المعياد يجب حسب المعياد أن نعتمد على البحث التقصي في نية الجاني للتمييز بين أعمال تحضير وأعمال هذا الاتجاه أيضا عارف عدة انتقالات كيف؟ حيث أنه عمليا يصعب أو صعب التنفيذ والتطبيق هذا الاتجاه يصعب أن نأخذ به لماذا؟ لأن العزم والقزل أو النية من الأمور الكامنة كما قلت في عدة محاضرة الكائمة كامنة في نفس الشخص ومن الصعب على القاري الوقوف عليها من الصعب على القاري الوقوف على نية وقصد الجاني في أي جريمة إذا لم يصدر عن المتهم نفسه اعترافا صحيحا إقرارا صحيحا من الجاني نفسه أو اعتماد بعض وسائل الإثبات الأخرى والطلاع على ملابسات كل ملف على حدة كل ملف على حدة الحل الذي تبعه المشاريع المغربي في هذا الموضوع أي تميز بين الشروع وتحديفتك بجريمة أي موقف اتخذه المشاريع المغربي أي تجاه سلكه المشاريع المغربي أو أي تجاه تبنى المشاريع المغربي في التمييز بين أعمال التحضير وأعمال الشروع يمكن الوقوف على موقف المشاريع المغربي في هذا الصدد بسهولة بالرجوع إلى المادة 114 من مدونة التجارة مدونة الجنائية أي القانون الجنائي حيث نلاحظ أن المشاريع اتخذ موقفا وسطا من النظريتين المذكورات أي اتجاهين أي أنه أخذ بالإيجابيات التي أتى بها كل من الاتجاهين حيث أنه عاقب على محاولة جنائية إذا بين قوسين بدأت بالشروع في تنفيذها الجملة هنا في المادة 114 بدأت بالشروع في تنفيذها كل محاولة استكاب جنائية بدأت بالشروع في تنفيذها سطا على بدأت بالشروع في تنفيذها هنا تبني المشاريع للتجاه أول رأي تجاه الأول أي البدء في التنفيذ المادي للجريمة من ذلك يتضيح المشاريع في هذا الإطار اعتنق أخذ بالمعيار الموضوعي التجاه الأول كما يلاحظوا خلال فصل 114 أن المشاريع يعاقب على المحاولة إذا بدأت بأعمال لا لبس فيها تهديف مباشرة إلى تكابها المشاريع في المادة 114 كل محاولة تكاب جنائية بدأت بالشروع في تنفيذها أو بدأت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهديف مباشرة إذا تكابها إذا لم يقف إلى آخره هنا بدأت بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى اتكاب جريمة بأعمال لا لبس فيها كما قلنا سابقا تهدف مباشرة إلى اتكاب جريمة هنا المشاريع اعتنق المعيال المعناوي تجاه التاني ولو نسبيا وبالتالي حاول المشاريع التوفيق بين المحاولتين التجاهين بين التجاهين في تمييز بين الشروع أعمال الشروع وأعمال التحضير أعمال الشروع وأعمال التحضير أين تكمنوا عناصر المحاولة لقيام المحاولة صحيحة بعد الوقوف على ما المقصود بأعمال المشكلة لتحضير تكاب جريمة والأعمال المكونة للشروع فتكاب جريمة والتمييز بينهما ليتضحين الأمر نتطرق إلى عناصر المحاولة لقيام المحاولة لابد من توافر بشكل صحيح توافر العناصر التالية تقوم المحاولة في تكاب جريمة بتوافر شرطين أساسيين عنصرين أساسيا رقم واحد البدء في تنفيذ رقم جوز إن عدام العدول الإراضي الشرط الأول البدء في تنفيذ وهو شرط يمكن استخلاصه صراحة من مادة 114 من القانون الجيني من خلال الفقراء فتح قوسين كل محاولة اتكاب جناية بدأت في الشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهديفه مباشرة إلى اتكابها غلق القوسين فلا يمكن تصور محاولة إلا لم يبدأ الجاني بتنفيذ الجريمة أو قيامه بأعمال لا لبس فيها تهديفه مباشرة إلى اتكابها كما تنص على هذه المادة أو للفصل 114 من القانون الجيني لا يمكن أن تصور وجه المحاولة إلا لم يبدأ الجاني في تنفيذ وفي هذا الصدد فإن قادر الموضوع قادر الموضوع ملزم في حكمه أو قراريه أن ينص على الوقائع التي استخلص منها عنصر البدء في تنفيذ هنا ينص في حكمه لقراريه الوقائع التي استخلص منها عنصر البدء في تنفيذ ليتابع المتهم بمحاولة القيام بانتكاب الجريمة أو عدم متابعتي وهنا خاصه يأكد لنا ويبذل لنا ويعلل لنا في الحكم ديه والقرار ديه لماذا اعتبره لمحاولة انتكاب الجريمة وأين يكمن الشط الأول وهو عنصر البدء في تنفيذ عنصر البدء في تنفيذ أي يبين بأن عمل متهم لا يلقى إلى مرحلة الشروع أي المحاولة وإنما هو عمل تحضيري غير معاقب أو العكس أو يبين العكس ويخدع قادر الموضوع في هذا الصدد أو في هذا الأيطان لرقابة قضاء النقد أي محكمة النقد إذا لم يعلل أو يبرر حكمها أو قرارها أو لم ينص على الوقائع التي اعتمدها في الوقوف على عنصر البدء في تنفيذ من عدمه تحت طائلة نقد الحكم وأشائعه من جديد إلى نفس المحكمة ولكن أمام هيئة جديدة كما قلنا الشط تاني أن يبين بأن عمل متهم لا يلقى إلى مرحلة الشروع أي المحاولة وإنما هو عمل تحضيري غير معاقب أو العكس أو يبين العكس ويخدع قادر الموضوع في هذا الصدد أو في هذا الأيطان لرقابة قضاء النقد أي محكمة النقد إذا لم يعلل أو يبرر حكمها أو قرارها أو لم ينص على الوقائع التي اعتمدها في الوقوف على عنصر البدء في تنفيذ من عدمه تحت طائلة نقد الحكم وأشائعه من جديد إلى نفس المحكمة ولكن أمام هيئة جديدة كما قلنا الشط تاني المهم الشط الأول هو البدء في تنفيذ الشط تاني هو انعدام العدول الإرادية عن تقيق النجيجة نتابعوا معي جيدا هذه النقطة فيها بعض المصطلحات يجب الوقوف عليها بشكل جيد لفهمي هذا الشر بالعودة أيضا إلى المادة أو للفصل 114 من القانون الجيني نجد أن المشاريع ينص على أن كل محاولة اتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبسة فيها تهدف مباشر إلى اتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لمحصل أثر متوقع منها إلا لظروف خارجة عن إرادة المتاكبية تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة ويعاقب عليها بسر قلنا بدأت بالشروع في تنفيذها هشرة الأول أو بأعمال لا لبسة فيها تهدف مباشر إلى اتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل أثر متوقع منها إلا لظروف خارجة عن إرادة المتاكبية سطع لهذه الجملة إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل أثر متوقع منها إلا لظروف خارجة عن إرادة متاكبية هكذا فإن المشرع قد اعتبر عن طريق المفهوم المخالف كما يذهب إلى ذلك أستعدون الجليل سيدي عبد الواحد العالمي إلى أن التراجع أو العدو الاختياري عن تنفيذ الجريمة التامة أي تحقيق النتيجة المتوخات يغيب مع تغيب معه المحاولة وبالتالي العقاب نعود كذا يتضيح من مادة 114 قانون الجناء المغربي أنه اعتبر عن طريق المفهوم المخالف أن التراجع أو العدول الاختياري عن تنفيذ الجريمة أي تحقيق النتيجة المتوخات يغيب المحاولة وبالتالي لا مجال العقاب لأن المشرع في المادة أو الفصل 114 قانون الجنائي ينص في الفقر التي قلت لكم ستعليها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل أتى المتوقع منها إلا لدوروفين خارجة عن إرادة منتكبها أما إذا كان العدول الاختياري أي يتعلق تراجع يتعلق بإرادته عندما نقول العدول الاختياري أي نقصده العدول الإرادي العدول الإرادي لكن ما المقصود بالعدول الإرادي أو العدول الاختياري المقصود من ذلك أن الفاعل أي الشخص الذي يحاول اتكاب جريمة ولو أنه بدأ في الاتكاب جريمة ولو أنه بدأ في الاتكاب جريمة إلا أنه يتراجع أو يتوقف عن إتمامها باختياره المحض بإرادته المحضة أي من تلقاء نفسه من تلقاء نفسه دون أن يتدخل أي عامل أجنبي أي سبب أجنبي دون أن يتدخل أي سبب أجنبي يدفعه أو له الذي دفعه إلى العدول عن اتكاب جريمة أي عدم وجود ظروف خارجة عن إرادة المتهم التي دفعته إلى عدم تحقيق النتيجة الإجرامية كما يرى القضاء المغربي بالأخص المجلس أعلى الذي حلت محله من حيث تسمية محكمة النقد في عدة قرارات صادر عنه لأننا هنا سنكون أمام عدولا غير إرادة عدول غير إرادة أي عدول لا إرادة أو ما يسمي الفقه العدول الاضطراري وبالتالي يعاقب في الحالة الأخيرة ولا يعاقب إذا كان عدوله اختياري وبالتالي إذا كان عدوله إراديا أي اختياري هو اللي تراجعها من تلقاء نفسي عن تنفيذ الجريمة وإتمام اتكاب الجريمة فإنه لا يعاقب فإنه هنا لا يعاقب لأن هنا الشطاني غير موجود لأن قيام المحاولة كما قلنا يتطلب توافض شطان البدع في التنفيذ وإعدام العدول الإرادة الاختياري فإذا كان عدولا إرادة اختياري عن اتكاب الجريمة تراجع بعد أن بدأ تراجع فكرة في الدين ثم بدأ بتضير الشروع إلى خير ثم تراجع عن اتكاب الجريمة من تلقاء نفسه بعدوله الاختياري بعدوله الإرادة لا جزاء أما في حالة معاكسة إذا حسب نص عليها الفصل 114 من القانون الجنائي إذا كان العدول غير إرادة غير اختياري أي اتراري أي عدول خارجي من أسباب خارجية فإنه هنا يعاقب باتكاب كأنه اتكاب جريمة أو لمحاولة اتكاب جريمة أما نا يطح سؤال لماذا المشاذع لا يعاقب الفاعل في المحاولة إذا كان عدوله اختياريا ولو أن له نية إجرامية في هذا الصدر صور معي عنده نية إجرامية بدأ بالترير والشروع إلى خير ولكن تراجع من تلقاء نفسي عن أتكاب جريمة تراجع من تلقاء نفسي عن أتكاب جريمة أجيب هو بسهل وبصير لأن المشاذع يتبع هذا الناج لتجيع الجونات على التراجع عن أتكاب جريمة من تلقاء نفسهم ولو في آخر لحظة سمح لهم أو لم يعاقبهم لم يعاقبهم تصوروا معي لو أن المشاذع لم يأخذ بالعودو الاختياري بعد البدء في تنفيذ لاتكاب جريمة وبالتالي اعتماد البدء في تنفيذ العنص الوحيد الواجب توافر في المحاولة لمعاقبة الفاعل أن المشاذع اعتماد فقط العنص الأول للقول بالمحاولة في تكاب جريمة ليه البدء في تنفيذ ليه هو البدء في تنفيذ فإن هذا الأخير الجاني سيعمل إلى إتمام تنفيذ ما دم أنه سيعاقب وأن عدود له الاختياري أو الإراضي لا يرتب أي أثر فسياسة المشاذع الجنائي المغربي كما وشان في القوانين الجنائية المقارنة في هذا الصدد هدفه أساسا ومنع ومحاربة الجريمة بالعدول الإراضي بالعدول الإراضي إعطاء فرصة جديدة للجاني للتراجع عن ارتكاب الجريمة وبالتالي يستفيدوا من عدم المتابعة وعدم معاقبته لكن متى يكون العدول إراضيا لا نقصد هنا العنصر الزماني بالدوافة وأسباب العدول المذكور أي العدول الإراضي يمكن القول أن العدول الاختياري أو الإراضي يقوم مهما كانت دوافة أو الأسباب أو الطرق الذي تجأ إليها يعدل عن تحقيق النتيجة الإجرامية سواء الندم أو الشفقة أو الخوف أو الأعلاع أو الإيمان مثلا وذلك إذا كان إراضيا محضن إراضيا محضن دوافة يجواب على السؤال متى يكون العدول إراضيا متى يكون العدول إراضيا سؤال آخر ماذا لو كان هناك تداخل السبب أجنبي خارجي اضطراري مع السبب أو مع العدول الإراضي الاختياري كان هناك تداخل بين السببين أو لا من جهة العدول الإراضي الاختياري و سبب أجنبي سبب اضطراري سبب خارجي كما قلنا سابقا هذه لا تدخل في إراضة الجاني أي نجد العدول ناتج عن سبب أجنبي وعن سبب إراضي وهما يسمى بالعدول المختلط العدول المختلط هناك عدول إراضي اختياري الصادق بمحر إراضة الجاني وعناك عدول خارجي أجنبي إضطراري هو العائد إلى عوامل أجنبية عوامل أخرى ثم هناك عدول مخترر الذي يجمع بين الحالة الأولى والحالة التانية أي العدول الإراضي اختياري والعدول الإضطراري أي الأجنبي الخارجي هل يمكن اعتبار ذلك عدولا إراضيا أم لا وبالتالي هل يمكن تغليب عدول إراضي عن العدول لأسباب خارجي أي العدول الإضطراري هنا بعض الفقه المغربي يرى بأن على القاضي التقصي والبحث والتحقيق لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بالعدول الإراضي أو الإضطراري من خلال الوقوف على العامل الرئيسي سطح على المصطلح العامل الرئيسي على القاضي أن يبحث ويتقص في العامل الرئيسي الذي أدى إلى العدول هل هناك عدول إراضي اختياري أم عدول أجنبي اضطراري يتقص الحقيق لقوف على العامل الرئيسي الذي أدى إلى العدول إذا كان السبب الرئيسي ناتج عن إراضة الفاعل أي عدول اختياري فلا يعاقب الجاني وإذا كان السبب الرئيسي ناتج عن سبب أجناب عامل التراري فإن العدول هنا يكون التراريا وبالتالي يعاقب بالعقاب المخصص لمحاولة اتكاب الجريمة محاولة اتكاب الجريمة أما في حالة الشك تابع معي أما في حالة الشك إذا وقع شك للقاضي في نسبة العامل أو السبب الرئيسي للعدول هل هو اختياري أو اضطراري فإنه يجب ترجيع كفة العدول الارادي ترجيع كفة العدول الارادي عن العدول الاختياري عن العدول الاضطراري هنا القاضي يرجع كفة العدول الارادي أي الاختياري عن العدول الناتج عن سبب أجنبي سبب خارجي أو ما يسمى بالعدول القراري لماذا تطبيق لقاعدة الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم ولكن في المقابل يرى اتجاه آخر من الفقه المغربي أنه يجب اعتماد سياغة الفصل 114 من القانون الجيني هذا رأي الثاني من الفقه المغربي رأي الثاني رأي الأول قال بأنه يجب اعتماد الهامل الرئيسي الذي أدى إلى العدول هل العدول الاختياري فلا يعاقب أو العدول الطراري فهل حالة يعاقب هذا الحالة وإذا وقع القاعد الشك في الوقوف على السبب الرئيسي للعدول فإن الشك دائما ينفصل لصالح متهم ويبضأ لا يعاقب لا يتبع باتكابه بصفة محاولة السيك بجريمة قلنا وفي المقابل تيجى التاني تيجى التاني يرى أنه يجب اعتماد سياغة الفصل 114 متبع الموش هذه اعتماد سياغة الفصل 114 أي بأن العدول يكون إراديا كلما كان للإرادة أي دور فيه ولو اشتركت معه أسباب أخرى أجنبية أخرى أي بأن العدول يكون إراديا كلما كان للإرادة أي دور فيه ولو اشتركت معه أسباب أخرى أجنبية عندما يكون نقض بين العدول الإرادي أي الاختياري والعدول الإضطراري من الأجنبي الأخرى ننعتبد كأنه عدولا إراديا كأنه عدولا إراديا سؤال ما هو الوقت الذي يمكن بمقتضاء الأخذ بالعدول الإرادي ما هو الوقت الذي يمكن اعتمده للقول بأن العدول فانا إراديا الجواب يجب في هذا الصدد للأخذ بالعدول الإرادي الذي يتم قبل تحقق نتيجة الإجرامية في الجرائم مادية أي ماذا مت نتيجة إجرامية لم تقم فإنه يمكن الأخذ به أعيد جواب أنه يجب في هذا الصدد للأخذ بالعدول الإرادي للأخذ بالعدول الإرادي أن تكون نتيجة إجرامية لم تتحقق بعد نتيجة إجرامية لم تتحق بعد نأخذ بالعدول الإرادي وذلك في الجرائم المادية أي مادامت النتيجة الإجرامية لم تقم فإن فإنه يمكن الأخذ به فإنه يمكن الأخذ به وبالتالي إلا يترتب عند ذلك أي أطا خاصة فيما يتعلق بالمتابعة عن محاوذ إتكاب جريمة ما دامت نتيجة إجرامية لم تتحقق كمثل الشخص الذي تربط بشخص آخر وراء شجرة أو حائط لينقض عليه ويطعن بسكين ثم يتراجع من تلقاء النفس أي وجود عدول إرادي ولو في آخر لحظة كيف ما كان السبب رأى فالندم إلى آخر مثلا أن يشاهد يخرج من بيته أو من محل تجاري برفقة أبنائه فتأخذ رفقة أو الشفقة ويتراجع أعطيك بجريمة أي انقضاء على شخص وضعن بسكين هذا الدرجة الأولى في الجرائم المادية الجرائم المادية هذا الدرجة الأولى في الجرائم المادية لقاتل صديق النص بالأخر وهي التي يعاقب عليها المشريع لما تحدثه من نتيجة إسرامية ما الأمر بالنسبة للجرائم الشكلية وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشريع أو على إتيانها المشريع بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامية كما قلنا سابقا يعاقب عليها بمجرد تحقق النشاط المجرم حيث نكون أمام الجريمة التامة أعيد ما الأمر بالنسبة للجرائم الشكلية والجرائم الشكلية كما قلنا سابقا هي التي تعاقب عليها المشريع على إتيانها بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامية نظرا لخطراتها إلى آخر نظرا لخطراتها بمجرد ارتكاب نشاط مجرم دون تحقيق نتيجة إجرامية أو لا توفر نتيجة الإجرامية إلى آخر أو العلاقة السببية حيث 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 نكون أمام الجريمة التامة تقوم بمجرد نشاط مجرم وبتالي لا يمكن هنا تصور العدو الإرادة الذي ينفي على الفاعل ارتكاب محاولة محاولة ارتكاب جريمة مبدئيا ينفي عنه ارتكاب محاولة مبدئيا لأن القانون الجنائي يحاقب مثل هذه الجرائم بغض النظر عن تحقق النتيجة الإجرامية كما قلنا قلنا في هذا الصدد مبدئيا لماذا قلنا مبدئيا قلنا في هذا الصدد مبدئيا وعندما نقول مبدئيا فإننا نكون أمام استثناءات أو حالات خاصة حيث يمكن تصور العدو الإرادة بغض النظر عفوا في بعض الجرائم الشكلية يمكن تصور العدو الإرادة في بعض الجرائم الشكلية تابع معي يمكن تصور العدو الإرادة استثناء لأننا قلنا مبدئيا العدو الإرادة في بعض الجرائم الشكلية كجرائم التسميم وهي جريمة يتم معاقبة عليها بغض نضاء عن تحقق نتيجة الإجرامية أي سواء تحققت أو لم تتحقق كتقديم الفاعل لطعام لشخص به مادة سامة تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الموت سواء آجلا أم عاجلا وقبل تناول هذا الشخص لذلك الطعام يقوم الفاعل وبإرادته المحضة بإطلافه أو نزعه من بين يديه هذا الشخص قلنا بإرادته المحضة أي بدون تدخل سبب أجنبي كأن يشك الشخص المقدم له الطعام أو شخص آخر بأن هذا الأخير به سم فلا يتناوله أو ينزعه منه من طرف شخص آخر وبعد أن يتحض الأمر يكتشف أن به سم يكتشف أنه به سم وبالتالي يمكن تصور العدو الإرادي في بعض الجرائم الشكلية بعض الجرائم الشكلية ذلك قلنا مبدئيا بعض الجرائم كما سقنا في المثال السابق صور المحاولة صور المحاولة بعد أن وقفنا على إطار التريعي للمحاولة في قانون الجنائي وحاولنا التمييز بين أعمال تحضيرية والتمهيدية أي الشروع فتيكة بالجريمة أو التمهيدية الخاصة بالمحاولة وبعد أن تناولنا عنص عناصر المحاولة التي تجدها في البدء في التمييز وفي عدم العدو الإرادي وميزنا بين العدو الإرادي والعدو الإرادي والعدو الإرادي أي الأجنبي الخارجي والعدو المختلر نقف الآن عند صور المحاولة حسب الفقه محاولة تكاب جريمة تأتي في ثلاث صور أي حالات صور الصور حالات التي يمكن أن نتصور فيها المحاولة تأتي في صورة جريمة المقفة تأتي في صورة الجريمة الخائبة تأتي في صورة جريمة المستحيلة من مقصود بالجريمة المقفة من مقصود بالجريمة الخائبة هو من مقصود بجريمة المستحيلة لفهم هذه الصور أي صور المحاولة واحد المحاولة في صورة الجريمة الموقوفة من مقصود بالجريمة الموقوفة حسب أستاذينا سيدي عبد الوحل العالمي هي تلك التي يبدأ الفاعل في تنفيذها فعلا غير أنه يتوقف عن إتمام هذا التنفيذ لسبب خارج عن إرادته كيف يبدأ في تنفيذ غير أنه يتوقف عن إتمام هذا التنفيذ لسبب خارج عن إرادته تدخل سبب أجنبي وهما أشر إلى هذا الفصل 114 قالوا جنائي عندما نص على أنه كل محاولة اتكاب جريمة بدأت بالشروع في تنفيذها أو لم يحصل أثر المتوقع منها إلا لظروف خارجة عن إرادة متكبها لتوضيح أكثر نطح الأمثلة التالية قيام شخص نسميه عمر قيام عمر بالعزمي على قتل شخص آخر اسمه علي فيوجه نحوه مسدسة من أجل قتله فيتقدم أحمد نحو عمر وينقضى على يديه ويمنعه من قتل عالي هنا جريمة القتل أي إسهاق الظوح هي التي تشكلنا النتيجة الإجرامية كانت تتحقق لو لا تدخل سبب أجنبي الذي هو أحمد دون وجود عيدة عدول إرادي العدول إرادي غير موجود بل هناك عدول طراري تدخل أحمد الذي ينقدع لأمر لمنعه من قتل عالي بالمسدس أما المحاولة في صورة الجريمة الخائبة فالمقصود بالجريمة الخائبة هي الجريمة التي أتى المتهم أو الفاعل ضكنها المادي واستنفذ كل أنشطة الإجرامية التي اعتقد أنها ستوصل إلى النتيجة التي استهدفها بنشطه غير أن مسعاه يخيب ويكلل بالفشل دون تدخل أي عامل أجنبي أو عدول من طرفه فلا تتحقق هذه النتيجة رغم أنها كانت ممكنة تحصيل رغم أنها كانت ممكنة تحصيل قلنا هي الجريمة التي أتى المتهم أو الفاعل هنا نقصد بالفاعل هنا نقصد بالفاعل هو الذي حاولتك بجريمة قلنا هي الجريمة التي أتى المتهم أو الفاعل ضكنها المادي واستنفذ كل أنشطة الإجرامية التي اعتقد أنها ستوصل إلى النتيجة التي استهدفها بنشاطه غير أن مسعه يخيب ويكلل بالفشل دون تدخل أي عامل أجنبي أو عدول من طرفه فلا تتحقق النتيجة رغم أنها كانت ممكنة تحصيل كمثال أن يطلق النار فؤاد أن يطلق رصاص على عزيز بقصد قتله لكن يخطأ في رمي فلا يصيبه لأي سبب ضعف النهضة مثلا إلى آخره أو ليست له خبرة في استعمال المسدس أو البندقية وبدون أن يتدخل أي سبب أجنبي في هذا الصرار ثم ثالثا المحاولة في صورة جريمة مستحلة المقصود من الجريمة المستحلة هي كل جريمة لا يمكن تحقق نتيجتها الإجرامية المزمع توصل إليها من طرف الجاني لاستحالة ذلك إما استحالة قانونية أو استحالة مادية استحالة القانونية تقوم عندما تكون الجريمة غير ممكن أن تحقق قانونا مثال على ذلك هو المثال المشهور في المادة الجنائية الشخص الذي يستولي على منقولات تعود إلى أخيه من أجل صرقتها وبعد إيقافية تضيح أنه هو الوارد الشرعي الوحيد ذلك أن أخيه قد توفي أما الاستحالة المادية فهي التي يستحيل مع تحقق نتيجة الإجرامية بعد القيام بالنشاط الإجرامي لوجود عائق مادي يستحيل معه تحقيق نتيجة الإجرامية المتوخذ مثلا المثال المشهور أيضا في المادة الجنائية يطلق النار على شخص من أجل قتله وهو نائم ويعتقد الجاني أنه ما زل أحيا فإذا بفارق الحياة قبل إطلاق النار عليه ماذا نلاحظه في الاستحالتين ثواء القانونية والمادية بغض نضع الأرافقية المختلفة ومسنوعة حول العقاب عن المحاولة في صوت الجريمة المستحيلة فإن المشذع نص صراحة على العقاب في حالة المحاولة في صورة الجريمة المستحيلة استحالة مادية دون الجريمة المستحيلة استحال قانونية وذلك بالمادة 117 التي نص على أن يعاقب عن المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ضروف واقعية جهلها الفاعل أي أن المشذع يقاقب على المحاولة في الجريمة المستحيلة استحالة مادية دون الاستحالة القانونية يعاقب عليها فقط في صورتها في الحالة المادية الاستحالة المادية دون الاستحالة القانونية وذلك بصريح المادة 117 من القانون الجنائي المغربي قانون 117 من القانون الجنائي المغربي نخلص في الأخير إلى طح السؤال ما هو العقاب المقارض للمحاولة اتكاب جريمة بدرجو الفصل 114 إلى 117 نجد المشذع الجنائي المغربي يميز في هذا السطب أي العقاب بين أنواع الجرائم أنواع الجريمة بين الجناية والجنحة والمخالفة بالنسبة للجناية أو الجنايات فإن المحاولة في الجنايات حسب الفصل 114 من القانون الجنائي يعاقب عليك أن الجاني اتكب جناية تامة دائما معاقب عليك أنه اتكب جناية تامة أي أن المتكب محاولة في الجنايات يعاقب بنفس العقوبة المقررة لتكاب نفس الجناية وذلك بمقتداء المادة 114 المادة 114 تنص أو الفصل 114 بقانون جناي ينص على عقاب في المحاولة في الجنايات في الجنايات فقط بالنسبة للجناح فإن الفصل 100 فإن المشذع نص صراحة على أنه لا يعاقب على محاولة الجنح إلا بمقتداء نص خاص في القانون وذلك بالفصل 115 من القانون الجناي لا يعاقب على محاولة الجنح إلا بمقتداء نص خاص في القانون لمعاقبة على المحاولة في التكاب الجنح لا بد أن يكون هناك نص خاص أي هنا الاستثناء أي أن المشذع ما كيعاقبش على المحاولة في الجناح إلا إذا وجود النص خاص بحسب نوع الجريمة وجود نص خاص ما الأمر فيما يتعلق بالمحاولة أو بالنسبة العقاب فيما يتعلق بالمخالفات فصل 116 واضح واضح ينس على محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا لا يعاقب المحاولة في المخالفة مطلقا لا عقاب فيها وليس هناك استثناء وليس هناك استثناء تشيد الملاحظ أن الجريمة في الأخير نلاحظ أن الجريمة غد نادا عن المحاولة التكاب الجريمة الجريمة عموما قد يتكبها شخص واحد فنكون أمام فاعلنا أصليا وقد يتكبها طرف من طرف شخص أو شخصين أو أكثر جريمة قد يتكبها شخص واحد ونسميه فاعلنا أصليا وقد يتكبه من طرف شخصين أو أكثر فنكون أمام فاعلين أصليين أو فاعلين أصليين أو ما يسمى بمساهمين في اتكاب جريمة أو مساهمين في اتكاب جريمة كما قد تتكب من طرف الفاعل الأصلي كما قلنا ولكن بمساعدة شخص أو عدة أشخاص فنكون أمام مشارك أو مشاركين في اتكاب جريمة غير أن الفاعل الأصلي قد يتكب الجريمة بدون أي مساهمة أو مشاركة صادرة من شخص آخر ولكن هو الذي يدفع أو يقوم بالتحرير تحرير خاص من شخص استغل دروفه مثلا دروفه العقلية أو الدهنية ولصفته الاتكاب جريمة ونكون أمام ما يسمى بالفاعل معناوي كما رأينا في الحصة الماضية أعيد الفاعل الأصلي قد يتكب جريمة بدون أي مساهمة أو مشاركة صادر من شخص آخر دون أن يكون شخص آخر قد ساهم معه أو شرك معه ولكن يدفعه شخص آخر أو يحرده شخص آخر تحرير خاص لنا عودة لهذه النقطة هي أساسية من شخص استغل دروفه سواء اجتماعيون العقلية أو الدهنية وليصفة الاتكاب جريمة وهنا نكون أمام الفاعل ما يسمى بالفاعل معناوي وبالتالي نطع السؤال التالي ما المقصود بالمساهم؟ ما المقصود بالمشارك؟ ما المقصود بالفاعل معناوي؟ ذلك هو حديثنا في الحصة المقبلة المحاضرة المقبلة اللقاء المقبل لنخصص فيما بعد بالانتهاء من الضخن المادي حصة خاصة بالمنهجية حصة خاصة بالمنهجية وعلي يجب لتحضير حصة المقبلة البحث أو لا النظر أو الوقوف على الفصول التالية الفصل 128 والفصل 128 والفصل 139 والفصل 131 أي الفصل من 128 إلى 131 وتكون أمامكم باش تتابعوا معيها بشكل جيد المحاضرة وفي الأخير شكرا على انتباه